بسم الله الرحمن الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سيكلة له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رب الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحاب الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى واكتفى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورسانا ذاكرة وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور اللهم رب جبريلا وميكايل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم رجب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدينا لمختلف فيه من الحق بينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم قد رحمه الله تعالى باب الإمامة هذا الباب من جملة أبواب كتاب الصلاة وسبق قبله باب الصفوف وقبله استقبال قبلة وهو ظاهر حكمة أو أسلوب المصنف رحمه الله في تصنيف هذه الأبواب بحيث إنها تدل على حسب وقوعها وكلها يعني كأنها قبل أن يشرع في الصلاة استقبال القبلة معلوم حاله وتسجيل الصفوف أيضا كذلك من مر معنا الآن بقي الإمامة يعني يتكلم عن أحكام متابعة المأموم الإمام أحكام متابعة المأموم الإمام وهذا كانه ينبه الشيخ رحمه الله المصنف ينبه المصلي عليه قبل أن يبدأ يعني يتنبه حتى لا يختلف على إمامه وهذا أيضا كما قلنا في حكم هذا الدين وكماله ونعمة الله عز وجل بأن ينتن به على من يمتن ممن يهده إلى دينه وقلنا ونؤكد من أعظم ما يهتم به الدين هو الإتلاف وجمع الكلمة وأن تكون المسلمون كلمة موحدة وأن تكون قلوبهم مجتمعة ومؤتلفة ولا أدل أخذوها يا مشايخ لا أدل على اجتماع القلوب من انتظام الأعمال وانسجامها فإذا ظهر على الإنسان الاستقامة في جوارحه والالتزام والمتابعة دل على صلاح القلب وهذا أمر موجود فيه والدين والدنيا فعلامة صلاح القلب وامتلائه بالإيمان والرضا والخير والصلاح انتظام جوارحه وظهور السمت عليه والالتزام والاقتداء والاهتداء والانسجام وعدم الظهور النفور أو الشقاق أو التنافر في أفعاله سواء مع نفسه أو مع غيره فتكلمنا عن القبلة وكيف أن الله جمع الناس عليها وأن المسلمين كلهم في مشارق الدنيا ومغاربها وشمالها وجنوبها كلهم يتوجهون لبيت واحد وينتظمون حول هذا البيت والله جعله قياما للناس كما مر معنا ثم الصفوف أيضا انتظام الصفوف والالتزام بها وانسجام المصلين بعضهم مع بعض حينما قال صلى الله عليه وسوف صفوفكم ولينوا في أيدي إخوانكم يدل على فكلما كان المسلمون أكثر انسجاما دل على صلاح قلوبهم ودل على تحقيقهم لغايات هذا الدين وأسراره وحكمه فالقبلة مر معنا وصوف وهنا الإمامة بمعنى الدقة في متابعة المأموم للإمام الصفوف هذه تتعلق ب علاقة بإخوانه الصفوف وانضباطها وانسجامها يدل على سلة بإخوانه ولهذا المؤمنون كما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص والبنيان المرصوص هو المنتظم وصفا كأنهم بنيان مرصوص فانتظامهم وكونهم كبنيان مرصوص يدل على صحة القلوب وعلن القلوب صافية وعلن أن الانسجام كما حينما صفت قلوبهم وصحت وصدقت وحب بعضهم بعضا ولان بعض بعض ظهر ذلك على سلوكياتهم فالصفوف تتعلق بالمأمومين بعضهم مع بعض الآن حال المأمومين مع إمامهم حال المأمومين مع إمامهم فقال رحمه الله باب الإمامة الإمامة في المصطلح للسلام تطلق على أمرين على الإمامة الكبرى وهو الإمامة الأعظم الخليفة والملك والرئيس سمى إمام ولهذا كل الحديث طعت الإمام فالنص الشرعي سمه إمام بمعنى أنه لأنه متقدم ولأنه يؤتم به ولأنه يطاع فوجاء أيضا الأمير من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله أيضا يسمى أمير كذلك فالإمام هو رأس الدولة والخليفة والخلفة الراشدون سموا الإمام الخليفة فأبو بكر كانوا يقولون له يا خليفة رسول الله لما جاء عمر صاروا يقولون يا خليفة خليفة رسول الله فرأوا أنها طويلة فسموه أمير المؤمنين فسموه أمير المؤمنين وسموه الخليفة مطلق للعهد يعني خليفة رسول الله المهم في المصطلح المسلمين يسمى إمام يسمى خليفة يسمى أمير فالإمام يطلق على الإمام العظمى كما قلنا وهو رأس الدولة ويطلق على الإمام الصغرى وهو إمام الصلاة وهو إمام الصلاة حتى أن العلماء يعني حينما يتكلموا عن خلافة ببكر وحقية بالإمامة والرسول صلى الله حينما كان في مرض الوفاة أمر أن يصلي بالناس أبو بكر فحتى راجعوه قالوا بكر صوته ضعيف لو يعني جعلت إنسانا يعني يكون أكثر صوت أو شيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى الله والرسول ويأبى الله والرسول والمؤمنون إلا أبا بكر فلما توفي رسول السلام وتشاوروا في الإمامة كان من استدلالهم على حقية أبي بكر صلى الله عليه وسلم في الإمامة قالوا رضيه لديننا يعني قال لا يصلي إلى أبوك فأفلا نرضاه لدنيانا فمدام الرسول استفاه ليكون إماما في الصلاة فهو لا شك ترشيح لأن يكون إماما في أمور الدنيا المقصود أن هناك يعني ترابطا بين إمامة الصلاة وإمامة بما كل تسمى إمامة فالمراد هنا لا شك طبعا إمامة الصلاة وإمامة الصلاة طبعا هي ربط صلاة المأمومين بالإمام هذه الإمامة ارتباط صلاة المأمومين بالإمام بمعنى أن المأمومين تابعون لإمامهم ولا بد من هذا وسيتي معنا أنواع المتابعة والمسابقة والمخالفة والتخلف وإلى آخره سيتي معنا في أنواع المخالفات فقال رحمه الله بابو الإمامة عن أبي هرية رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل سورته سورة حمار لا شك أن هذا شيء عظيم ويعني يدل على هذا يدل على الوعيد الشديد على مخالفة الإمام في الصلاة فهذا يدل على التحريم ولهذا أما مكونة من من حرفين حمزة استفهام وماء النافية وهمزة استفهام هنا قال علماء هنا استفهام توبيخ استفهام توبيخ يتضمن تهديد أما يعني أنا يخشى ويتضمن تلاشك تهديد للعظم الوعيد أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام طبعا هنا نس على الرأس فقط لكن مقصود جميع لفعال حتى الرفوح حتى الجلوس حتى القيام إنما هنا يعني لأن الرأس هو أظهر ما يظهر في المخالفة أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار هذا وعيد وإن قال علماء الشرح قالوا إنه لم يحصل يعني طول طول الوقت لم يحصل أن الله حول رأس أحد رأس حمار لكنه قابل وهذا يدل عنه محتمل الوقوح أو أنه ليس المقصود حقيقة التحويل الظاهري وإنما أن يكون شبيها بالحمار ومواجه الشبه قال العلماء أن الحمار معروف بالبلادة معروف بالبلادة ورهذا شبهه العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل الحمار يحمل أسفار يعني الصورة الصورة ظاهرة حمار عن رأسه كتب من أنفس الكتب قد يكون كتاب الله عز وجل قد يكون صريح البخاري قد يكون صريح مسلم وقد يكون من أنفس الكتب أو حتى بالطب وفي غيرها يحمل الحمار لا يستفيد من أبدا ولا كذلك حامل العلم الذي لا ينتفع كالحمار كمثل الحمار الأسفار الكتب الأسفار جمع السفر والسفر هو الكتاب فالأسفار الكتب فالحمار يمثل للبلدة وجه العلاقة بين هذا وهذا هذا الذي يسرع أو يريد أن فعلا سابق إمامه لغفلته و يعني غبائه وبلادته هو يعلم أنه لن يسلم قبل الإمام فإذا لماذا لا يسلم الإمام يعني الإمام لن تسلم قبله فإذا حركة هذه حركة بليد كمال يكون في سفينة والسفينة تبشي وأنت تجري في داخلها لن تستفيد بثرا واحدا فإذا حركة هذا المستعجل والذي تسابق الإمام كالحما في البلاد لن يحصل أشياء هذا الحديث من فوائده أولا تحريم مسابقة الإمام أو الرفع المؤمر أسهو قبل الإمام هذا الهجوش وحرام ويأثم وسيأتي معنا الأحوال تعمد ما تعمد معذور غير معذور سنفصل إن شاء الله القول فيها ويدل على التحريم لأنه قال وعيد أما يخشى الذي يرفع رأسه أن يحول الله رأسه رأس حمار وهذا وعيد شديد يدل على التحريم أحوال المأموم مع الإمام من حيث المتابعة إما أن يسابقه في مسابقة وموافقه مقارنة ومتابعة وتخلف في يسبق الإمام يقارن الإمام مع سوا سوا يقارن أو يوافق ويتابع يعني يأتي بعده أو يتخلف إذن هي أحوال أربعة أحوال أربعة المسابقة إذا تعمد المسابقة بطل الصلاة إذا تعمد المسابقة بطل صلاته بمعنى ذاكر منتبه وتعمد تبطل صلاته أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو حتى غافلا فهذا إذا سبق الإمام عليه أن يرجع يرجع و يتابع الإمام ولا شيء عليه ماذا ما أمكنه أن يلحق الإمام في الركن الذي هو فيه مثلا سبق الإمام ركع قبله غافلا طبعا ناسيا أما إذا كان متعام لا يصح تبطل صلاته غافلا أو سهلا ركع إما يفكر راح فيه هواجيس ركع إن رجع رجع ثم ركع مع الإمام لا شيء عليه أما إذا رفع لما إذا ركع واستمر والإمام لم يركع الركن الذي خلفه الإمام لابد أن يعيده فقالوا العلماء إذا كان نجلنا الأسيان فإنه يرجع ويأتي بالركن الذي سبق فيه إمامه الموافقة هو المقارنة بمعنى مع الإمام كل مركع معه ليس بعده معه هذه سموها العلماء موافقة أو مقارنة لم يسبقه ولم يتخلف ولم يتابع عندنا كما قلنا في أربع مسابقة سبق ومقارنة ومتابعة وتخلف المتابعة بخليه في الأخير حتى تعرفون المسابقة هو المتابعة المسابقة هو المقارنة هو التخلف المقارنة كما قلنا هو أنه يركع مع الإمام ويرفع الإمام ليس بعده فهذا قال علماء أنها مكرهة ولا ينبغي تعمدها يعني مقارنة الإمام مكرهة ولا ينبغي يعني هذا في الأفعال مقارنة الإمام في الأفعال أما في الأقوال لا يوجد شكال مثلا سواء موافقة أو مسابقة بعد وسيجد معنا مثلا لو أن الإمام كبرك تكملة الإحرام ثم كبرت أنت بعده الإمام قرأ دعاء للسفتاح وأنت قرأ للسفتاح لكن الإمام يطيل في السفتاح فأنت انتهيت من قبله ثم شرعت في الفاتحة قبل إمام وإن كانت جهرية فلا معنى المسابقة بالأقوال من مشكلة الأقوال وسيجد معنا في النية إن شاء الله لكن الأقوال لو كما قلنا الإمام يطيل في دعاء للسفتاح الصمت الذي بين تكفيث الإحرام والشروع إذا كانت جهرية إذا كانت سرية لا يوجد إذا كانت جهرية والإمام أطال أو من عادته أن يطيل في دعاء للسفتاح وأنت سريع في السفتاح وقررت في السفتاح ثم شرعت في الفاتحة والإمام لم يبدأ ما في شكال إذا بدأ قف وأنصت ثم أكمل لأن سكت لو فردت وصلت إلى مالك يوم الدين ثم بدأ أنت أسكت إذا أنهل الفاتحة كمل إياك نعمل وإياك نستعي فيما بينك وبين نفسك المقصود أن المتابعة في الأقوال والمقارنة ما هي مشكلة الكلام في الأفعال الكلام في الأفعال فالمقارنة أو حتى المسابقة في الأقوال ما فيه إشكال إلا تكبير إلا تكبير الإحرام لا تقارن لا بد أن يكون تكبير الإحرام عندك بعد الإمام لو كبرت معه أو قبل ما صح لو كبرت قبل الإمام أو معه ما صح لن نركن وهي بعد الإمام كبر حتى التسليم قال علماء التسليم لا تسلم قول الإمام وبعضهم قال مكروه التسليم قال الإمام ليس مثلا بالمقارنة والموافقة يعني المقارنة في الأفعال نأتي إلى التأخر الإمام ركع هو أنت استمر لتوقف إما انشغاث بقراءة أو صح لا بد أن تركع قبل أن يرفع الإمام فإن كان لعذر تأخرت لعذر غافل أو حتى جاك نعاس أو انقطع الصوت صوت المكبر ما انتبهت فهذا لا إثم عليك لكن عليك أن تأتي بما فات أنت خط إمام ركع وأنت ما ذهلت أو نعست ما تبكد من ركوع أو حتى كنت في السجود جلست أو سجد الإمام وما رفعت ورفع وبقيت ساجد لك يعني جاك نعاس وانتبهت فهذا تأتي به إن أمكن أن تأتي به وهو لا يزال في الركن الجلوس ما في شكال لكن لو سجد الإمام وجلس ثم سجد فلا لابد أن تأتي به الركن ما بعد والركعة هذه ما تحسب يعني إذا فاتك الإمام بركن أو ركنين وأنت لم تلحقه وأنت معذور ف ألا تأتي بالركعة هذه كاملة فيما بعد إذا سلم الإمام مثل الذي فاته ركعة أما إذا كنت غير معذور وتعمت التخلق ما جوز تبطل الصلاة إذا كنت غير معذور فإنها تبطل الصلاة أما المطلوب المتابعة قلنا مسابقة ومقارنة وتأخر المتابعة لا التابعة هو أنه كما سيئت معنا في الحديث الذي بعد هذا إذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا بمعنى أنه يكون أفعالك بعد الإمام إذا ركع اركع وحتى إذا رفع إذا رفع ارفع وهكذا سيئت معنا أيضا في الحديث الذي بعد هذا إذن هذا فيما يثلق بارتباط أفعال المأموم بأفعال الإمام أما الأقوال كما قلنا الأمر أسف في الأقوال لا يلزمه أن يقارنه أو يسبقه إلا تكبيرة الإحرام لابد أن تكون بعد الإمام أما معدام مشكلة والتسليم والتسليم كما قلنا كذلك أيضا حديث الثاني عن عبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصر فقال إنما جعد الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هذا أيضا حديث في أيضا كيف تكون متابعة الإمام في الإتمام أيضا في الإمامة فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام لأتم به هذه قاعدة الإمام ما سم إمام إلا لأتم به بمعنى يقتدى به والاقتداء تأتي الأفعال بعد أفعال الإمام هذا اقتداء تأتي بعده فمن سبقه مقتدى حتى من قارنه مقتدى ومن تخلف جدا مقتدى فالمقتدى هو الذي تكون أفعاله بعد أفعال الذي يقتدى به إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه وإيضا هذا يشير إلى ما قلنا قبل قليل إياكم والخلاف حتى في مور الدنيا حتى في علاقتكم مع أهلكم وأقاربكم وإخوانكم وأرحمكم وأصحاركم وأصدقائكم ومع المسلمين أجمعين ومع الناس أجمعين لا تختلف لا تختلف قدر الإمكان لا تختلف ولو حصل اختلاف لا يصل إلى القلوب وإلا لا شك وجهة النظر قد تختلف وقد أجل لكن يبقى يعني إحفظ كما يقال خط الرجعة على كل حال كلام هذا يطول فلا تختلف عليه على الإمام فإذا كبر فكبروا العلم قبل الفاء هذه فللترتيب والتعقيب إذا كبر فكبروا للترتيب والتعقيب والترتيب بمعنى أن تقع بعده يقع تكبيرك بعد تكبيره والتعقيب بمعنى أن يليه مباشرة لا يتأخر كثيرا لأن ترتيب وتعقيب تفيد الترتيب والتعقيب بمعنى أنك يكون فعلك بعده لكن لا يتأخر كثيرا لا يتأخر كثيرا لأن هذه المتابعة فإذا كبر فكبروا ولهذا حتى لا تركعوا حتى يركع في بعض الروايات فلا تركعوا حتى يركع إن يوجع الإمام فلا تختلف عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا يفيد أن التسميع خاص بالإمام المأموم ما يقول سمع الله لحمده الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولك الحمد وهنا كما قال أنه يقول سمع الله الحمد الإمام والمنفرد الإمام والمنفرد الذي صلي وحده يقول سمع الله الحمد لكن المأموم لا يقول ربنا لك الحمد ولك الحمد أيضا قبل أن نسترسف الأحكام ربنا ولك الحمد جاءت على أربع صياغ كل صحيح ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد وكل صحيح وبأي أثر ألم رواسع ربنا لك الحمد بلنواو ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد بلنواو اللهم ربنا ولك الحمد بلواو طبعا لا شك المعنى بمعنى هو الأمام يقول سمع الله بمعنى أجاب سمع الله بمعنى أجاب الله من حمده والمعملون يقولون يحمدون ربنا لك الحمد ولك الحمد إذا قال ربنا لك الحمد كان جملة تامة مبتد خبر ربنا طبعا لا شك أننا منصوبة على النداء طبعا ربنا منصوبة على النداء لك الحمد جملة طبعا سمية أو شك جملة مبتد خبر لكن ربنا ولك الحمد لا شك تفيد بأنها ليست مرتبطة بربنا ربنا ولك الحمد بمعنى جملة مستأنفة جملة مستأنفة إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد وإذا سيد فاسجدوا بمعنى متابعة كما في الحال إذا ركع فاركعوا وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا ألا فأكل الله وإذا جلس فاجزوا وإذا قام فقوموا هذا هو المقصود جميع أفعال الصلاة يكون المأموم فيها متابعا للإمام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون هذا هو الذي وقف عنده العلماء وقفات طويلة يعني الحديث هذا يقول إذا الإمام صلى جالس صلوا جاسين وإن كنت مقادرين عن القيام الإمام مريض مثلا وطبعا الإمام هنا غالبا يعني هو يعني ليس شرطا وإن كان الفقهة بعضهم قال المقصود هو إمام الحي الإمام الراتب يعني بمعنى المعين من الدولة أو الذي فعينه الناس أو الذي يعني التزم بالإمامة في المسجد في المسجد الحي هذين يسموه العلماء الإمام الراتب إمام الحي الراتب قالوا بعضهم قائل لكن المقصود أن العلماء اختلفوا بعضهم قال إنه منسوخ إنه منسوخ الناسخ له الذين قالوا بالنسخ الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين صلى جارس إماما مرتين صلى جالس إماما المرة الأولى هي هنا اللي قالت حديث عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك شاك يعني مريض فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما طبعا صلى الله عليه وسلم في بيته وليس في مسجد في بيته دخلوا وجدوا يصلي فصلوا خلفه قياما فأشار لهم اجلسوا يعني تابعوه وأنتم جالسون قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما كان وجوه ناس يسلم على رسوله ويسألوه وكذا فوجدوا يصلي وصلوا معه لكن هو جأس صلى وقياما قال لا اجلسوا طبعا اشارة اشارة لهم اشارة ما تكلم في الصلاة ما قال اجلسوا فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصروا في عن سلم وانهى الصلاة قال انما جعل الامام ليتم به فاذا رفع فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمحمده فقول ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جروسا اجمعون فالحديث ابي هريض عايشة على حال واحدة وهي في قوله فاذا صلى واذا صلى جالسا فصلوا جروسا اجمعون وهذا صريح وباضح في ان اذا صلى الامام جالس ان يصلي المأممون جالسين بغلل ما قال ان هذا منسوخ ما هو الناسخ قال والناسخ حينما دخل يعني كان ابو بكر يصلي بالناس كان رسول المريض مرضى الموت عليه الصلاة والسلام وثمر خرج وفرحوا جدا ف جاء رسول صلى فصلى بهم جالس وابو بكر بقي قائما والمصلون للصحابة بقوا قائمين فابو بكر اعتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس والصحابة اعتموا بابو بكر لانواقف فكان اخر الامر اخر الامر انه قالوا ان هذا ناسخ لانه ما قال المجلس فصلى جالسا وهم صلوا قياما فقالوا ان هذا ناسخ وانه لا ان الامر لو صلى جالسا المأمورون صلونا قياما وبعض وبعضهم لا جمع بين الحديثين قال ان بدأ بهم قائما صلوا خلفه قياما بمعنى بدأ قائم ثم اصبه الم ويصلي في ظهره اي في ركبته او رقبته فلم يستطع الكمال قائما وصلى بهم اول قيام لما صلى ركعه اراد ان يقوم ركع الثاني ما استطع فأتم بهم جالسا قالوا في هذه الحالة يصلون قياما اذا ابتدأ بهم قائما ثم طرأ عليه الجلوس يصلي يصلون قياما وان بدأ بهم جالسا صلوا جلوسا قال هذا هو الجمع بين الحديثين والذي كانه جامع حسن لكن على كل حال مهما كان الجلوس ليس لازما ان يجلسوا قياما ولهذا استحسن هذا قول ما احمده استحسنه الحافظ قال جامع جيد حتى لأن العلماء لا يحرصون على أن يقول أن ينسخوا النص أو يقولوا بنسخ النص ما دائما أنه يمكن الجمع بين النص وليس هنا دليعة على النسخ وإن كان طبعا التاريخ متأخص صحيح لكن ليس التأخر فقط دليلا إنما ما دام أمكن الجمع لا يقال بالنسخ المقصود أنه إذا صلى الإمام جالسا فلما يصلي خلفه يصنون جلوسا وخاصة إذا كان يعني ابتدأ بهم جالسا على كل حال هذا هو إلى حد ما الشرح لكلمات وألفاظ الحديث من فواهد الحديث أولا النهي عن الاختلاف على الإمام وهذا أمر يعني متقرر جميع الحديث والسنة والأحكام الإسلام كلها تنهى عن الخلاف وأيضا الخلاف كما قلنا الممنوع هو في الأفعال كما قلنا قبل قليل هو في الأفعال الظاهرة في الأفعال الظاهرة لكن الأقوال ذكرناها والنية كذلك لا يلزم الاجتماع بالنية كيف إمام يصل لفريضه وأن تصلي معه نافلة إذن اختلفت النيتان لا معنا وهذا دلت عليه الحديث مثلا معاذرة الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي فيصلي بهم إماما وهي في حقه نافلة وبحقهم فريضة فدل على اختلاف النية هذا نيته نافلة وهذا نيته فرض فاختلاف النية لا مانع أن تختلف النية بمعنى أن يأتم المفترض المتنفر والمتنفر بالمفترض وكذلك أيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا كان الرجل سليقي للظهر أو العصر وحده فقال من يتصدق عليه يعني يسلم معه جماعة فقام والصحاب وصل معه فالذين قاموا وسلون معه نافلة في حقهم وهذا المفرد فريضة فهذا يدل على أن الصحة اتمام المفترض المتنفر كذلك أيضا قالوا في صلاة الخوف بعض صور صلاة الخوف حينما يصلي النبي صلى الله في طائفة الثانية هي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة على كل حال الاختلاف النية قال للعلماء ما في شكال تكلمنا عن إمامة الجالس وصيغ ربنا ولك الحمد أيضا من فوري الحديث جواز الإشارة حينما قال لهم اجلسوا فالإنسان إذا احتاج الإشارة يأشر ويصلي مثلا لو أحد سألك في الصلاة وتصلي قال فلان جاء تقول برعسك لا ما تومئ تومئ فالإشارة أو حتى الحركات المرة معنا في وصحة الصلاة لا مانع منها حتى لو أنت حطرق الباب وهو قريب وأن تصلي قريب تفتح له لا مانع أو تقفل الباب لا مانع أيضا وهذه قضية كبيرة جدا في قضية أنهم يصلون خلفه جلوسا وهم قادرون القيام يذل على أهمية المتابعة حتى أن أنه الإسلام أعفاهم عن القيام هو ركن أعفاهم عن القيام هو ركن ويصلوا جلوسا كلهم من باب حفظ على المتابعة وحفظ على حق الإمامة وأيضا على الاقتداء وعلى الطاعة إلى آخره والله علم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم